طب أعراض فقدان الشهائي يعني أول ما أحس إن أنا في عندي كده أعراض أعرف لا إن الموضوع داخل حاجة يعني مش طبيعية مش الطبيعي بتاعي هتلاقي الأتيتود بتاعه بيتغير يعني هو لو هو مثلا بيأكل حاجة يعني لو بيأكل كمية هتلاقي كمية قلت تبالنسبة للأطفال أو حتى الناس العادية هتلاقي هو نفسه إحنا بنتكلم على الأطفال إنه مامته بتلاحظه لكن الكبار كل واحد هيلحظ إنه هو حاسس إنه هو تعالي نبق بالكبار الأول عشان موضوع إيه يعني آه نتكلم عننا شوية الكبار ممكن تكون الحالة النفسية ممكن يكون لقدر الله وأنا أحبز أدوية بتفقده يعني بتلعب على البرين سنتر أو مراكز الإشباع في المخفى بتخليه مش عايز الأكل أو سايكك تورومة لبعض من أطعامها مثلا كل أكله وعمله نوع من أنواع مثلا إسهال شديد تسمم ريحة معينة مش بيحبها في الأكل نوع من التواب المشعجب ومحطوط على الأكل كل الحاجات دي ممكن تفقدك الشهية أنا محبز طبعا أدوية الرجيم اللي بتلعب على البرين سنتر دي حاجة مش بزبوطة خالص لأنه ممكن تعمل اكتئاب يعني ممكن يضعف الشهية ومع ضعف الشهية كمان ممكن تعمله حالة من الاكتئاب فإحنا مش عايزين نعمل الكلام ده يعني نلعب إن إحنا نحاول هو يهيق نفسه ومش إن إحنا نديله دواء يقفل ستايت سنتر يعني أو يخليه إن هو يجبع وماش عايز يأكل الأكل اللي هو كان بيحبه إحنا ممكن واحدة واحدة كده مع نفسه هو يحاول كده وده الأفضل بكتير قوي يعني فعلا فيه أدوية بتساعد على فقدان الشهية بس مضرة جدا عشان برضو الناس بالزبط كده لا وأصلا ممكن تكون بتتخذ عشان حاجة وفجأ اكتشفوا إنها بتضعف الشهية فبدأوا ياخدوها عشان حاجة تانية زي أدوية السكر يعني فيه كتير جدا طبعا دلوقتي يعني ما يبقاش عندها لقدر له مرض السكر وعلشان خاطر إن هي تخص أو يحصل كده فالدكتور وفضويته تغدى الدراقية خطر جدا وبرضو لو أنت بتلعب على أدوية الغدة الدراقية أنت بتوقفي شغل الهرمون مهم جدا في الجسم مهم جدا لعملية الحرق بتاعة الجسم أو القايد بتاعة الجسم المتابوليزم بتاعة الجسم فأنتي ده مش صحة خالص يعني فيه حاجة اسمها الأوزام بكفيس ده عبارة عن إن الشكل البناء آدم لما بياخد الحقن بتاعة السكر عشان يخص بيها فجأة بس يتلاقي تراهل في الوش العمر بيكبر حوالي عشر سنين على القلب فالشكل بيقى مش مظبوط خالص حاجة مش مظبوطة وبالبساطة أن الجسم بيقى زكي جدا هو أنت بتخليه يحرق بتاكل أكل طبيعي بتخليه يحرق صح؟ ماشي أنت عملت على إنه عنده السكر هيتعامل على إنه عنده السكر عنده مافيش عنده حسينسولين أنت بتوقفي له كل حاجة بالنسبة لغدة أدوية الغدة الدراقية يعني أنا أشوف الناس اللي بتستخدم الكلام ده عشان تخصي به سواء عن طريق طبيب سواء لوحدها ده مجربة في حق نفسها ترجمة نانسي قنقر